ودعا معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية معالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية الصديقة لدى مغادرته مملكة البحرين صباح اليوم بعد زيارة رسمية التقى خلالها مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء كما عقد الوزير الامريكي مباحثات رسمية مع معالي وزير الخارجية وشارك في الاجتماع الوزري المشترك مع اصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للقمة التي ستعقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول منس التعاون دول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن اعتزازه بزيارة معالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في إطار الحرص المشترك على تعزيز وتمتين العلاقات التاريخية الوطيد القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين واستمرار التشاور والتباحث حول آخر التطورات والمسجدات الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف حيال مختلف القضايا مؤكدا معاليه أن هذه الزيارة ستعطي دفعا جديدا في العلاقات بين البلدين والارتقاء بها نحو أفاق واسعة تلبي الطموحات وتطلعات مشتركة وتنعكس إجابا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر